ولذلك تجدون في النهاية أمر عجيب جدا لما تأتي لحظات النهاية تأتي لحظات الختام كل منهم يشعر بشعور غريب يعني عندما يقال لداروين عن الطبيعة ألا ترى أنها زهر الجميلة ألا ترى أنها من خلق إله حكيم هذه خلاصوا دحينا على فراش الموت ألا ترى أنها من صنع إله حكيم قال إنني كنت أسأل نفسي هذا السؤال دوما أنا دائما أسأل نفسي هذا السؤال طيب ما الذي جرى له حالة الشك طيب ما تؤمن بالإله وتقول إله حكيم ولكن يقول أنا زلت أتساءل أتساءل سبحان الله ونحن كمؤمنين والله نعرف أن هذه الزهرة خلقها الله سبحانه وتعالى أن هذا الكون كله برصه وبتميزه والسماء ما لا ينفر كله من خلق الله وهو لا زال يتساءل ماركس اللي كان قاعد يتكلم عن أنه لا يوجد إله ويشك في هذا الأمر عندما حانت لحظة وفاته قال أنا لا أتخيل أن أكون كوما من تراب إن هناك محاسبة وهناك إله في الآخرة هذا متى قاله في اللحظات الأخيرة إذن هم ينظرون وجودا لكن عندما تأتي اللحظة الأخيرة لا تصير قضية أخرى هوبز الفيلسوف السياسي الفرنسي البريطاني اللي قاعد يتكلم أنه لا إله في الكون ونسبة الإرحاد الكبيرة اللي قاعد يتكلم فيها لما جاءت لحظة وفاته قال إنني قادم على لحظات أشد ظلامية مما كنت فيه هذا كل ما تقعد يقولوها يقولوها في لحظات الموت بينما المؤمن الموحد اللي يعبد الله سبحانه وتعالى بالعكس تأتيه الروح الطيبة يأتيه الملائكة الكرام بسطوا أيديهم هذه النفس الجميلة هذه النفس التي آمنت وحد بالله التي سجدت وعرفت ربه سبحانه وتعالى وكما يقول نجيب الكيلاني إن قلب المؤمن تحن له الجبال هذا قلب طاهر هذا القلب سوي هذا القلب مؤمن بينما هم يدركون هذا في اللحظات الأخيرة في فترات موتهم